المكينة ورداء السبائل مفتوحة وإعادة المقاعد إلى وضعها المستقبل عندما تدور إشارة ربط الأحزنة يجب أن تجلس وتربط حزام الأمان وربط الحزام بوطية مخفضة ومحكمة ومرره على البطن وعليه بصحب الشريط ونفتح الحزام ارفع البطار البعضين يسي ربط حزام الأمان في جميع الأوقات طوال الرحلة ونرجع ربطه فوق البطارية عند النوم كي يراه طاقة مضيافة وذلك يضطر عدة ضرورة لإسعاده التدخيل بجميع أشكاله ممنوع على مدن الطائرة ومع ذلك استخدام وشحن أجهزة التدخيل الإلكترونية جميع دوراته مزودة بأجهزة كشف الدخال في حالة الهبوض الاضطراري نرجع تنسك جيدا بظهر المقاعد الذي أمامك بهذه الطريقة وإذا كان ذلك غير ممكن يمكنك أخذ وضعية الإحناء من أمام قبل المستطاع مع وضع الدراعين تحت الساقين عند الحاجة ستتذلّى قنعة الأكسجين توقعيا من أعلى التنفس بطريقة طبيعية يعطي الإشارة لتدفق الأكسجين ضع القناعة على وجهك ثم تنفس بصورة طبيعية ضع القناعة على وجهك أولا ثم ساعي الآخرين على الإدارة حتى إذا كنت معتادا على سفر بالطائرة من المفيد قراءة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيب مقارك حيث أنها ستذكرك بجوانب السلامة لهذه الطائرة تحديدا يرجى توقف لحظة لتحديد موقع أقرب مخرج طوارئ إليك الذي قد يكون خلفك توجد عشرة مخارج طوارئ في المقصورة الرئيسية بطائرة الإمارات 380 توجد ستة مخارج طوارئ في المقصورة العنوية بالطائرة عند الحاجة سوف ترشدك رضاءة موجودة على أرضية الممرات إلى أقرب مخرج ليرجى خلع الأحياء ذات الكعب العام وتنفق جميع الأمتعى في حالة إخلاء الطائرة توضح لطاقة تعليمات السلامة في جيب موهدكم مكان سترة النجاة التي توجد أسفل المقعد أو جانبه عند سماع التعليمات تخرج سترة وادخلها عبر الرأس نف الشريط حول الخصر واربطه إلى الأمامة مع إحكام رضي بشكل الشريط يجب نفق السترة عند مغادرتك الطائرة فقط بسحل الشريطية يمكنك أرضا نفخ السترة من أدخف الهبوب واستخدام الصافرة لجدل الاتباع وفي حالة الهبوط على الماء سيوزع أفراد الطاقة سترة نجاة لربع والأطفال سترة نجاة الهبوب سترة نجاة سترة نجاة الهُبوب إذا كنت استخدامdensها اكتشستخدم في السفاحة سترة نجاة الهبوب جدًا لنحاة الهبوب اشتركوا في القناة 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 سكاي ووردس برنامج المسافر الدائم لطيران الاماراد استفسر مطاقم خدمة عن كيفية الانضوام يمكنك التبرر الى المشاريع الخيرية التي تدعمها المؤسسة طيران الاماراد باستخدام المغلف الموجود في جيل المقعدة مرحبا بكم على مدن رحلتنا ومرحبا بكم إلى آيس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شعك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة